شابطة 3 Electronic Structure of Elements المحاضرة التاسعة Periodic Trends in the Properties of the Atoms احنا اتفقنا ان العلماء بعد ما رتبوا العناصر في الجدوى للدوري وسموا البلوك ده كده ال-S بلوك لان انا باملى فيه المدار الفرعي S وبعد ما سموا الجزء ده كده ال-B بلوك وسموا دوة ال-D بلوك وعندي من هنا كده ال-F بلوك عندي عناصر تانية المفروض تبقى مكانها هنا وحطوا الكلام ده ورتبوا العناصر بزيادة الالكترونات او بزيادة عدد الالكترونات في جدول سموه الجدول الدوري تدينا نلاحظ بعض الصفات اللي يمكن استنتاجها من الجدول الدوري بعد ما اتحط بالكيفية الأخيرة بتاعته الصفات اللي عايزين ندرسها هي الاتوميك ريدياس نص قطر الزرة الايونيزيشن انرجي طاقة التأيون والالكترو نيجاتيفتي السالبية الكهربية هدينا نشوف الاتوميك ريدياس معناه ايه الاتوميك ريدياس هو نص المسافة بين two centers بتوع two atoms متجاورتين او جنب بعض لازئين في بعض يعني منتصف المسافة منتصف المسافة بين مركزي زرتين متجاورتين ده معناه طيب هو نص القطر بيحصل له ايه في الجدول الدوري throw zero يعني عبر الصفوف نص القطر بيقل طيب عبر الكولمز نص القطر بيزيد يبقى من خلال الصف نص القطر بيقل ولكن في العمود نص القطر بيزيد طيب الخاصية التانية الايونيزيشن انرجي او طاقة التأيون تعرفها دي الانرجي ريكوايرد تو ريموف ان الكترون فروم زجازيس اتوم اور ايون يعني دي الطاقة اللازمة عشان ننزع الكترون من الزر طيب نص القطر بعد زي ما درستنا نص القطر ندرس الايونيزيشن انرجي وهو بيحصل له ايه في الصف وبيحصل له ايه في العمود نص الايونيزيشن انرجي بتزيد مع الصف وي بتقل مع العمود يبقى نص القطر throw zero increased throw the column decreased الخاصية الاخيرة الالكترونيجاتيفتي سالبية الكهربية وتعرفها هي ability of an atom to attract to itself the electron bear forming a equivalent bond يعني هي رغبة الزرة او قابلية الزرة انها تجذب الكترونات الربطة التساهمية همية لها هنشوف هي بتتدرج ازاي عبر الصفوف وبتتدرج ازاي عبر الاعمدة عبر الصف الالكترونيجاتيفتي بتزيد يعني العنصر اللي موجود هنا اعلى سالبية كهربية بكتير من اللي موجود هنا طيب وعبر الكولامز بتقل يعني اللي موجود هنا اعلى في السالبية الكهربية من اللي موجود هنا دول التلات صفات اللي عايزين ندرسهم من خلال الجدول الدوري نص قطر الزرة والالكترو نيجاتيفتي وكمان الايونيزيشن انرجي اشتركوا في القناة